السلام عليكم هذا عمر يحييكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد من فيديوهات الالعب التي نقدمها مرحبا بكم محبي وعشيق لعبة تناني الأسطورية الأيام القادمة أصدقائي أيام حاسمة وأيام فيها الكثير من الحمس سوف تبدأ الفعالية الطاغية في هذا الفيديو سوف نشاهد كما تشاهد الآن في الشاشة جدول الفعالية لهذا الأسبوع وفيه سوف تبدأ الفعالية الطاغية الموعد بالتحديد وكذلك أصدقائي سوف نشاهد في هذا الفيديو مجموعة من التناني منها الملحبية ومنها الأسطورية التي منها المفترض أن تظهر في هذه الفعالية الطاغية أنا لا أقول أنها سوف تظهر مئة في المئة ولكن من المفترض أن تظهر خصوصا أن الكثير من التناني التي سوف أعرض عليكم الآن ظهرت في الفيديو ترويجي للفعالية الطاغية كما قلت منها تناني الملحبية ومنها تناني الأسطورية وطبعا أصدقائي سوف نواكب معكم هذه الفعالية لمن يسأل أن هذه الفعالية عندما تبدأ سوف نواكبها من البداية حتى النهاية وسوف نحاول إن أبدى الله في أعمارنا شرحها ببدايتها لنقل حتى نهايتها وحتى الخروج مثل المضمون على الأقل فقط هناك للأسف خبر خبر لم أكن أود أن أعلمكم به ولكن للأسف أخبرني الكثير من أصدقائي في التعليقات أنه للأسف فعاليات العداء المشؤومة سوف تكون أيضا متواجدة في هذه الفعاليات أتمنى بالفعل إذا كانت هذه الفعاليات فعاليات العداء متواجدة في هذه الفعاليات أتمنى أن يقود لنقل تم تحسينها ويجعل تحريك التللي أكثر سهولة لأنه صراحة إلى الآن لم أحب فعاليات العداء فعاليات الشبكة عندما نزلت لم نكن نحبها لكن عندما تم التتعديل عليها وتحسينها أصبحنا نحبها أصبحت فعاليات مميزة فعاليات العداء كذلك لكن للأسف حتى عندما تم تحديثها لم يتم تحديثها بالشكل المطلوم عموماً ندخل في صلب الحلقة وفي صلب موضوع هذه الحلقة من لسبة لجدولة الفعالية الأسبوع القادم بإذن الله كما تشاهد طبعاً عندما تشاهد هذا الفيديو ستكون الأسبوع بدأ يعني يوم الأثنان أنا أسجله يوم الأحد المنشور يقول مرحباً مدربي الثماني إليكم تشكيلة حدث الأسبوع القادم لدينا من 25 إلى 29 لدينا حصار العشائر وكما نعلم فإن فعالية العشائر غابت علينا طول مدة الفعاليات السماوية وصراحة كنت سعيد لهذا الغياب لأنه فعالية العشيرة حالياً أصبحت مجرد روتين 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 فقط وإذا لم تشارك فيها سوف يتم تخفيض ترتيب عشيرتك لهذا أنت مجبر على المشاركة في فعالية العشيرة ولا يوجد فيها حماس حتى نكون واقعين مجرد لنقول روتين عموماً هذه الفعالية قد عادت بالنسبة لنقول من 26 مارس إلى 1 أبريل تكاثر تلين مع تلين بليزيز مع تلين بلاك بيري طبعاً هنا ترجمة كوخطأ ولدوم تلين السولي وكذلك لنقول تلين الكيس الوارقي هذا شهاد صورته لربما نشاهده الآن كذلك بالنسبة ل27 الشهر يكون هناك جنون الزراعة من 28 مارس إلى 31 مارس وقت العشاء مع بورجر دراجون أو تلين البورجر يعني حاول إطعام التلين خاصة بك أكثر لنقول عدد معين من الطعام هو وقت مناسب لمن يريد رفع مستوى التلين خاصة به وإذا كانت ترتيبكه 1 من 5 سوف تفوز بهذا تلين مجاناً أو تلين البورجر تلين ملحني كذلك صديقي من 29 مارس إلى 5 أبريل كنز التلين كذلك صديقي لدينا من 29 إلى 5 أبريل حدث فردي مع تلين جديد يمكنك الحصول أيضاً على تكوين تكاثر التلين غير المحتمل في لوحات المتصدر وتنز التلين الليسك كحجرهم يعني 200 تستطيع المشاركة في هذه الفعالية ما يهمون صديقي وهو هذا التاريخ من 29 مارس إلى 5 أبريل لمدة أسبوع زنزانة الطاغية مع تلين البيض الإمبراطوري والدعسوق في متجر الزنزانة يعني هنا موعد بدء الفعالية التاغية يعني عندما نقول الزنزانة التاغية يعني هناك لنقول تذاكر تاغية الجميل في الموضوع أنه الزنزانة السحيقة وهذه التذاكر التاغية بطبعة الحال صديقي نقوم باستخدامها من أجل فتح السنادق التاغية التي تمنحنا لنقول القرون أو التلاصم التي يمكن من خلالها الحصول على تلين تاغية إذن هنا نستنتج أنه سوف تكون لدينا الطول للفعالية التاغية سوف يكون لدينا زنزانة تاغية من خلالها نستطيع الحصول على الكثير من التذاكر التاغية كذلك صديقي من 29 مارس إلى 5 أبريل أي في نفس الأسبوع سوف يكون لدينا شبكة التنين الطاغية مع التنين قشرة نيوتو هذا التنين سوف يكون في الشبكة والشبكة سوف تكون أول ما نبدأ به الفعالية التاغية وسوف يتصمر لمدة أسبوع كذلك من 29 مارس إلى 26 أبريل مذبحة تاغية مع التنين فينيوم فينيا تنين السلسي ليوم وكذلك التنين فريدي تنين فيتسومرس للي وتنين لجلغام إذا التنين هذا التنين سوف يكون معاد صديقي للأسف التنين موجود لديه بالفعل هو من عناصر على ما أتذكر لديه تاغي ونار ونبات هذا التنين موجود هنا سوف يعود في هذه الفعالية بقية هذه التنين كلها جديدة كلها تنين تاغية تستطيع الحصول عليها وبالملاسبة سوف يكون هناك خصم على كل تنين في كل أسبوع خصم معين على التنين معين كما تعودنا لنقول في الفعالية الماضية كذلك من 29 مارس إلى 2 مايو لمدة أكثر من شهر جمعة تاغية إذا تمكنت بفقس ووضع عادي تنين تاغية كلها سوف تقوم بربح هذا التنين لنقول تنين هذا التنين التاغي لنقول الأصل أو أكبر تنين تاغي موجود في هذه الفعالية كذلك صديقي من 31 مارس إلى 3 أمريل جامعة ذهب كبار الشخصيات أو فعالية جامعة ذهب أو لنقول ذهب مضاعف هذه الفعالية لن تستطيع لنقول المشاركة فيها إلا إذا لنقول فعلت تذكرة كبار الشخصيات إذا صديقي هنا سوف نبدأ الفعالية التاغية من 29 مارس إلى 5 أمريل وسوف نبدأ بأثنين من الأحداث لنقول المهمة هي حدث لنقول الزنزان التاغية سوف نلعبها من أجر الحصول لنقول التذكرة التاغية وسوف نبدأ الفعالية ونفتتح الفعالية التاغية بفعاليات الشبكة سألني في الفيديو الماضي أحد الأصدقاء يا عمر اشرح لنا الشبكة الشبكة سوف نشرحها بالتفصيل صديقي فقط عندما تبدأ اللعب حاول لنقول اللعب وجمع الموارد وعدم إهدار الموارد ولا تحويل أي طلاصم أو أي قرون لا تحولها فقط تجمع الموارد ونتظر الفيديو الذي سوف نقدمه في اليوم التالي من الفعاليات سوف نشرح فيه كل ما تحتاج إلى شرحه الآن أصدقائي ما هي التنليل الجديدة التي سوف تظهر في هذه الفعاليات هنا طبعا لا تحدث عن التنليل التاغية لأنه للأسف لم أحصل على صورها إلى الآن قد يكون بعد اللعب يشاهدها هنا أو هناك لكن أنا شخصيا لم أحصل على صورها إلى الآن لا في ديسكورد ولا في فيسبوك ولا في إستغرام ولا في أي مكان لم أشاهد صور له ولكن سوف نشاهد صور لتنليل أخرى سوف تظهر في هذه الفعاليات أول ما سنبدأ به صديقي هو هذا التنليل هذا التنليل من المفترض أن يظهر في الفعاليات لنقول القادمة ربما يظهر أو في الأيام القادمة لا ربما يظهر في حرب تفقيس لا ربما يظهر في فعاليات فردية أو شيء من هذا القبيل هذا التنليل الذي تشاهدون وطبعا ظهر في الصورة الترويجية أو في الفيديو الترويجي لنقل للفعاليات الطاغية طبعا بما أن هذا التنية قد ظهر أخيرا في الموسوعة لا نستبعد أنه يوم أو يومين ويتتم إضافة التنالين الطاغية الجديدة وقتها سوف أخصص لها فيديو خاص حتى نشاهدها كما أقول سوف أواكب أصدقائي هذه التنالين أو لنقل هذه الفعاليات الطاغية من الآن حتى نهاية الفعاليات إلى مدى الله في أعمارنا هذا التنية الملحمي صديقي لم يتم التحديد في أي فعالية سوف يظهر كما تشاهدون لا يوجد بالنسبة للتنية كما قلنا تنية الملحمي كما تشاهدون عناصره لنقل أرض وفراغ وظل وأعتقد أنه الجميع يستطيع الحصول عليه بالمشاركة في الفعاليات الخاصة به سعره في المتجر هو حوالي 1800 جوهر إذن هذا تنية الملحمي التنية الآخر صديق الذي سوف يظهر أيضا هذا التنية الذي تشاهدون كما تشاهدون هذا سوف يظهر أيضا قلنا هذا سوف يظهر كذلك هذا سوف يظهر وهذا على حسن ما شاهدنا في الفيديو الترويجي لللعبة أنه سوف يظهر في فعالية الكنز أو البحث عن الكنز قد يظهر قبل الفعالية الطاغية أو يظهر في الفعالية الطاغية صراحة لا أعلم بالتحديد مثلا سوف يظهر التنية في تصميمه جميل وكما تشاهدون نوتاس موسيقية على رأسه وكذلك في أدني تخيلنا أنه يكون هذا التنية طاغية ولكن ليس الطاغية التنية الملحمي من عناصره الطاقة وكذلك لنقل معدن كما تشاهدون سعره 1900 وبالنسبة للفعالية لم تظهر أي فعالية هنا لهذا لا نستطيع التحديد في أي فعالية سوف يظهر التنين الآخر الذي سوف يظهر أيضا في هذه الفعالية هو هذا التنين هذا التنين أيضا ظهر في الصورة الترويجية للفعالية الطاغية كما لو شاهدت تاديقي هذا التنين هو تنين أسطوري كما تشاهدون ومن عناصره أسطوري نابت نابت طبعا نابت لأنه سوف يتواجد في الفعاليات الطاغية أصلاً لابت كما تشاهدون بالنسبة للفعالية أيضا لا يوجد أي فعالية يعني خاصة بها التنين كما تشاهدون ولكن على ما نرى هنا سوف يكون عبارة عن جمع كما تشاهدون عدد قطعه 100 قطعة لهذا غالبا هذا التنين سوف يكون في السنادق التي يمكن فتحها بالبطاقات الطاغية وأنا سعيد إذا ظهر هناك لماذا؟ لأنه دائما التنين التي ستظهر فيها البطاقة ستكون تنين مكررة بالنسبة لللاعبين القدماء يعني سبق وظهرت في فعاليات أخرى موجودة لدينا بفعل لكن هذا التنين إذا كان سوف يظهر فيها الفعاليات أو في السنادق الطاغية عدد قطعه سوف تكون 100 وهنا نلعب على التنين غير موجود لدينا لأنه التنين ينزل لأول مرة وبالتالي يصبح لفتح السنادق معنا لأنه لا معنى من أن نفتح السنادق الطاغية ونحصل على التنين مكررة هذا التنين بما أنه سوف يكون تنين جديد وعبار عن مئات قطعة غالبا لا أجزم لأنه لا يوجد أي معلومات ولكن غالبا سوف يكون متاحا في السنادق الطاغية بما أنه لديه النباس وكذلك لديه الأسطوري بما أنه تنين أسطوري وثنين هو عصر النال إذا هذا غالبا سوف يظهر في السنادق الطاغية من أجل الحصول عليه التنين جميل جدا في شكله كما تشاهدون وثنين له معنا وظهر كما قلنا في الصورة الترويجية والفيديو الترويجي الخاص بالفعالية التاغية التنين الأسطوري الآخر صديقي هو هذا التنين الأسطوري الذي ظهر أيضا في الفيديو الترويجي للفعالية التاغية وصراحة كنت أظن لهذا التنين هو التنين التاغي أنا بالنسبة لي كنت أظن لهذا التنين التاغي لكن على سبيل حسب المعلومات الموجودة هنا وليس التنين التاغي وحتى الذي سيده لنقول عنصر النباس وأيضا مئة قطعة كما تشاهدون هذا غالبا سوف يظهر لنقول في السنديق سوف أقول يا عمار السنديق لا يوجد فيها اثنين من الثلاثة الأسطورية سوف أقول لك صديقي قد يظهر هذا في أسبوعين وهذا يظهر في أسبوعين الذي خلفهما أو هذا يظهر في الأسبوعين وهذا يظهر في الأسبوعين التي يمورهما لأنه كبير على أنه الفعالية التاغية سوف تستمر لمدة شهر كامل أي لمدة أربع أسبوع وليف هذا سوف يظهر في أسبوعين في السنديق التاغية وهذا لا ربما يدهر في اسبوعين في السنة دقة التاغية. انا اقول لا ربما. حتى لا يأتي بعد الاسدقاء. اقول لي يا عمر هذا خطأ مغال. اعلم انه ربما يكون خطأ. لهذا هنا نقوم بالدردشة والحديث فقط. اذا هذا السنين سوف يدهر فيها الفعالية لنقول اه التاغية او في وقت الفعالية التاغية. وسوف يكون متاحا فقط عن طريق القطاع سستطيع جمعه صديقي. كما تشاهدون. طبعا لا يوجد له السعر في الماتجر. لانه لم يزيل بعد ولا يوجد لنقول اه طريقة للحصول عليه سواء بالقطاع. ايضا اصدقائي اخيرا تم اضافة تيلين هذا الشر لنقول في اه الموسوعة. لم يكن متوجهد في الموسوعة ظهر اليوم يوم الاحد الصباح الظهر صديقي. كما تشاهدون. اطبعا الاباء المفضلة كما تشاهدون. هو مثل تيلين مع احد الثاني موجودة هنا. وكذلك لنقول تيلين اه نبات مع احد الثاني الموجودة هنا. وكذلك تيلين مع دين مع احد الثاني موجودة هنا. او احد الثاني موجودة مع احد الثاني. وهكذا. عموما سنخصص له حلقة خاصة. لشرحه بالتفصيل. لانه الى الان لم ينزل في موسوعة التزاوج. لم يزيل في موسوعة لم يزيل في موسوعة التزاوج. هذه اصدقائي هي التناليل الجديدة التي سوف تظهر في الفعاليات الثاغية. وطبعا ضممنا الى هاتين الشهر لانه ايضا سوف يظهر في وقت تواجد الفعالية الطّغية إذا قلنا التنائين ستظهر في الفعالية الطّغية ليس لنقول مطلوبة أن تكون جزءا من هذه الفعاليات على سبيل المثال Wind الذي سَيظهر في تذكر ازمور السيدة التنائين وأيضا سوف يظهر في الفعاليات الطّغية وقت تواجد الفعاليات التّاغية إذا هذه الثّانية أصدقائي وبإذن الله عندما تظهر التّانية الطّغية سوف نحاول إليون governance بقدراتها لقطة لرّرها لمقطة صحتها وكل التفاصيل التي تحتاجونها من أجل هذه الفعاليات أتمنى الحد الوفير للجميع والتوفيق في الحصول على كل التنالين التي تريدنا بالإسباب لهذا كان أجمل تنالين متواجد من بين هذه التنالين التي قمنا بعرضها اليوم شكرا جزيلا لك لمشاهدة هذا الفيديو